أدانت مصر بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المروعة لمدرسة الفخورة التابعة لوكالة الأونروا واعتبرت مصر قصف مدرسة الفخورة التي كانت بمثابة ملازن آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين جريمة حرب أخرى تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها فضلا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية سامية وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطع غزة وإنفاذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين